استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم اليوم وبحضوري معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار جلالة الملك المعظم للشئون الدبلوماسية وساعدة الدكتور عبدالطيب الراشد الزياني وزير الخارجية أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج بمناسبة احتفال وزارة الخارجية بيوم الدبلوماسية البحرينية وخلال اللقاء هنأ سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أصحاب المعالي والسعادة السفراء بمناسبة يوم الدبلوماسية البحرينية مشيدا بالجهود المخلصة التي يقومون بها من أجل تنفيذ السياسة الخارجية للمملكة ورعاية مصالحها في الخارج وتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز مكانتها الدولية وأكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أن السياسة الخارجية لمملكة البحرين على امتداد تاريخها الحافل بالنجاح والتميز كانت ولا تزال تعمل على التفاعل والتواصل البناء ومد جسور الصداقة والتعاون مع جميع الدول تنفيذا للتوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة والأداء الرفيع لدبلوماسيتها القائمة على الاعتدال والاتزان معربا سموه عن تمنياته لأصحاب المعالي والسعادة رأساء البعثات الدبلوماسية بدوام التوفيق من جانب يعرب سعادة وزير الخارجية عن شكري وتقديره لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على استقبال أصحاب المعالي والسعادة رأساء البعثات الدبلوماسية بمناسبة احتفال الوزارة بيوم الدبلوماسية البحرينية مثمنا ما تلقاه وزارة الخارجية ومنسو بها من دعم واهتمام من سموه متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية والسعادة